عقوبات أمريكية إضافية ترفع مستوى التصعيد ضد إيران إلى مرحلة جديدة ترى هواشنطن تشفيفا لمنابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية العقوبات استهدفت هذه المرة أكبر مجموعة إيرانية للبترو كيميائيات إذ أن شركة الخليج للصناعات البترو كيميائية والمؤلفة من 39 شركة فرعية للبترو كيميائيات ووكلاء مبيعات أجانب متهمة من قبل أمريكا بتوفير الدعم المالي للذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني الشركة تملك 40% من الطاقة الإنتاجية للبترو كيميائيات في إيران وهي مسؤولة عن توفير نصف صادرات طهران من البترو كيميائيات ما يعني أن النظام الإيراني بهذه العقوبات قد تلقى ضربة موجعة سيكون لها تبعاتها ليس فقط على قدراتها العسكرية وإنما كذلك على الوضع الاقتصادي الإيراني بشكل عام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد أن حملة الضغوط الاقتصادية القصوى التي تمارسها بلاده على إيران ستستمر وطالب طهران بوقف تهديداتها النووية واختبارات الصواريخ الباليستية ودعمها للجماعات الإرهابية والتوقف عن اعتقاد المواطنين الأجانب غير أن النظام الإيراني برأي محللين يبدو سادرا في غيه مواصلا عناده دون سقف لذلك فقد أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن طهران رفضت دعوة فرنسية لإجراء محادثات دولية أوسع نطاقا بشأن برنامجها النووي وطموحاتها العسكرية دعوة أكد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أنها تهدف إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط عبر تقليص النشاط الباليستي لإيران والحد من نفوذها الإقليمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قال ردا على الدعوة الفرنسية إن الأوروبيين فشلوا حتى الآن في الوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق النووي وعجزوا عن حماية مصالح إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الأمم الذي يؤدي بحسب رأي موسوي إلى مزيد من إعدام الثقة بين كل الأطراف الأمور إذن مرشحة لمزيد من التصعيد بين واشنطن وطهران في المدى القريب لكن السؤال الأهم في هذه المرحلة يدور ربما حول مدى الصدق الأمريكي بشأن منع نظام طهران من التوسع وتقليم مخالبه التي أنشبها في المنطقة